شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بأي نوع من المغالاة واستغلال المواقف مؤكداً أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضبط الأسعار وخلال المؤتمر الصحفي أشار مدبولي إلى إعطاء مهلة لمدة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع بطاقات أسعار للسلع الدولة مش هنسكت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف ومحاولة الحصول على مكسب زائد عن المنطق في أي سلع من السلع وكل أجهزة الدولة تم تكلفها بهذا التوجيه في خلال اجتماع المجلس النهاردة وزي ما قلت لحضراتكم هذا العمل هيبدأ على الفور بعد ما يكون تم وضع كل الأليات قدامنا أسبوعين فيما يخص موضوع أن يبقى فيه سعر محطوط على كل السلع وفي نفس الوقت على الجانب الآخر هننصق مع اتحادات الغرف والتحاد الصناعة فيما يخص السلع الاستراتيجية أن يبقى معروف مدهى السعر إيه بحيث مرة أخرى يبقى المواطن عارف لما بيروح في أي مكان السعر الموجود في ظل الرقم المعلن واللي حيبقى بيحدث إحنا مش بنجمد حاجة ولكن طبقا للمستجدات بيبقى بيحدث بصورة دورية عشان نتأكد أنه هو السعر العادل للسلع ترجمة نانسي قنقر